مغربي عبر دقائق هذه المباراة عندما تمكن حسين خرج من فتاح باب التسجيل تحديدا في الدقيقة الرابعة والعشرين قبل ان ينجح المتخب القابوني في ادراك التعادل عبر دقائق الشوطة الثاني من عمر هذه المباراة وبهذه الكيفية والموقع اوباميونغ والامور لن تقف عند هذا الحد لحظات بعد ذلك سيتمكن كوزان من تسجيل ثاني الاهداف لنعاين هذا التفوق الاصفر الازرق لكن حسين خرج ستكون له ارى اخرى عندما سيعيد المباراة لنقطة الصفر من علامة الجزاء كما سنتابع وفي الوقت الذي اعتقد الجميع ان المباراة ستنتهي على ايقاعات التعادل الاجابي هدفين لكل منتخب سينجح مولونغوي في تسجيل هدف الفوز والخلاص في اخر ثواني الوقت بدل الضائع من عمر هذه المواجهة اكيد بان الحصرة كبيرة والحزن كبير بالنسبة للشارع الكروي